بسهر الخير عزيزي المشاهدين مشاهدي برنامجنا حوار والستثمار مع الشواربي مع حلقة جديدة حنشوف فيها كل ما هو جديد في الشارع الاقتصادي والاستثماري على أرض مصرنا الحبيبة زي ما تعودنا دايما بنبدأ حلقتنا بآخر ما يحدث على الساحة الاقتصادية من أخبار جديدة اليوم كان وصول الطائرة الاثناشر والحداشر من طائرات المساعدات المصرية الموجهة إلى لبنان في ظل مجموعة المساعدات التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الأزمة التي تمر بها دولة لبنان طبعا بعد حجزة الانفجار اللي حصلت في لبنان مصر كانت أول دولة في دول العالم في تقديم المساعدات وصبل الإغاثة المتكملة سواء كانت في شكل أغذية أو إغاثات طبية أو مساعدات وده طبعا الدور الرؤيد اللي دايما مصر بتلعبه تجاه العالم العربي في المنطقة بشكل عام الخبر الثاني النهاردة معنا كان فيه اجتماع لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومع وزير الأوقاف بخصوص تطوير وتحديث كل ما يخص الخطاب الديني وكل ما يخص الدعوة الإسلامية في مصر والشرق الأوسط الرئيس كان كلف بتطوير عام في الخطاب الديني ومراجعة الكثير من الأمور الدينية للوصول إلى شكل متناسب من الحوار الديني ومن الخطاب الديني بالإضافة لكده كان فيه استعراض من جانب وزير الأوقاف بخصوص آخر مجريات الأمور في وزارة الأوقاف فيما يخص مدخلات الوزارة مجموعة من الكتب تم ترجمتها نشر مجموعة من أسلاسل الكتب الدينية بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف ووهتم بتعظيم موارد وزارة الأوقاف سواء من خلال الإيجارات أو استثمار المشروعات المملوكة لوزارة الأوقاف حنتدي النهاردة معنا ومعاكم في حلقاتنا الجديدة عن مستقبل البطاطس في مصر كمنتج تصديري وكمصدر للدخل القومي المصري حيكون معنا النهاردة ومعاكم في الحلقة المهندس محمد الحفناوي عدو الاتحاد الدولي لتقاوي البطاطس سالخير محمد بي سالخير أغام بي آه سالخير بارك تمام الله يخبرك في حضرتك نسعادة أن احنا نتقابل معكم دائما في الخير إن شاء الله تعيش حبي وحيكون معنا كمان الدكتور محمد حجي آآ مدير عام الاتحاد العام آآ لمنتجي آآ لمنتجي ومصدري الحاصلات المستنية سالخير محمد بي سالخير كل سنة ومطيب وربنا إن شاء الله يقول على مصر بالخير هذا العام إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وحيكون معنا كمان آآ آآ الأستاذ آآ محمود جندية عضو الاتحاد آآ المصدرين المصدرين مساخرة مساخرة أبراهن بي ومساخرة على ضيوفك ومشاهدينك وكل عام محضرتك بخير ومصر أجمع بخير من نسبة السنة الهجرية الجديدة وربنا يجعلها سنة سعيدة على المصدرين أجمعين يا رب ويحفظ مصر من وباء كورونا والعالم أجمعين يا رب إن شاء الله إن شاء الله طيب في البداية إحنا النهاردة هنشوف مع بعض آآ دكتور محمد هيكلمنا عن الاتحاد ووظفته والدور اللي بيقوم به ومعنا اتنين من آآ العاملين في هذا المجال المهندس محمد الحفناوي هو يمتلك أحد الشركات الفرنسية المصرية ومقرها الرئيسي في فرنسا آآ وهي من كبرى الشركات العاملة في مجال آآ تقاوي البطاطس وهي شركة لاسا المصرية الفرنسية وهو وكيل عام لآآ للمنتجات الفرنسية في مصر وشارك الأوسط ويكون معنا أستاذ محمود جندية عدو اتحاد المصدرين هيكلمنا برضو عن تطورات البطاطس ومستقبلها في الفترة الجاية ببتدي في الأول مع دكتور محمد آآ عايزين نعرف حددك الدور المفترض إن الاتحاد بيقوم به يعني عايزين نعرف دور الاتحاد عبارة عنه تماما اللي أولا اللي أولا هو اسمه الاتحاد العام لمنتجي ومصدري لحاصلات البستانية لأن فيه حاجة اسمها اتحاد المصدري لكن احنا اسمنا الاتحاد العام لمنتجي ومصدري لحاصلات البستانية هذا الاتحاد انشئ سنة واحدة وسبعين بقرار من مجلس الوزراء رقم 68 اتعمله لليحة سنة تسعة وربعين لليحة تنفيذية سنة ستة وسبعين بعد كده تعمل لها اتغيرت هذه الليحة بقرار رقمها 158 لسنة سبعة وثمانين الاتحاد دا ما هو إلا منشأة خاصة ذاتة شخصية اعتبارية يتعاون أعضاءها في المشاركة في تنمية وتطوير انتاج وتصدير الحاصلات البستانية دي الملخص بتاعها ده الملخص لكن هي الليها حاجات تانية طيب دور دور الاتحاد يعني اللي أنا فهمت بحركة أنه دور الاتحاد ده مزدوج جزء في تطوير الزراعات ذات نفسها ومتابعتها والجزء التاني هو تصدير المنتجات مش تصدير مش تصدير حدليني أكلم أكمل لك الحلقة بالزبط إحنا عندنا انتاج وتصدير لكن هو اسمه الاتحاد العام لمنتجي لمنتج المصدر يعني للمنتج للمزارع الطبيعي والمصدر أنا بساعد لتنين بتساعد ده وبساعد ده لتقابل بطط ودي يعني أحسن شركة على مستوى العالم وأعتقد أستاذ محمد حفنوي عارف الكلام دوت وفي شركات تانية أحسن برضو أنت بتشتغلوا في نوع واحد أحنا بنشتغل في حوالي 25 صم من أصناب بس في بعض الأصناب تجد زراعاتها في مصر وكلها بتتجرب في مصر بعد كده بتنتشر في مصر طمام إحنا بنوفر مستلزمات الإنتاج زي مثلا شترات النخيل زي الشتلات الخضر زي الشتلات الفاكهة زي الشتلات بشكل عام زي المخصبات حاليا ماشيين في إجراءات إن إحنا نجيب أسمدة من شركة أبوير وقدمنا طلب ومستلزمين نرد عليه إنهم بنوفر مستلزمات طبعا إحنا جهة غير هادفة لربحة جهة خدمية جهة خدمية بنقدم المزارع وبنقدم المصدر اللي هو بينتك فبنوفر له الحاجات دي وبالمفروض يعني قدام نوفر مستلزمات لإنه طبعا الفترة اللي فات كان فيه بعض المشاكل في الاتحاد كان فيه فترات مرت فيها الاتحاد لكن دلوقتي الحمد لله الاتحاد من سنتين بقى كويس جدا بقى يقدر يوفى على حيله ويقدر يوفر مستلزمات بس وحدة وحدة خطوة خطوة تمام نرجع برضو الأعضاء بتوع الاتحاد عبارة عن وحدات اقتصادية عبارة عن جمعيات تعاونية عبارة عن الشركات اللي هي المصدرة والقطاع الخاص يعني عبارة عن القطاع الخاص القطاع دول الأعضاء بتوع جماعات بتشترك القطاع الخاص بيشترك الوحدات الاقتصادية اللي هي من القطاع العام بتشترك دول بنوفر لهم الحاجات اللي هم بيبلوا وهم بيقولوا عايزينها بنجيبها لهم لو حد يتطلب حاجة بنحاول نحاول يعطيecه تمام طبعا الاشتراك ده لي رسوم رسوموا حاجات مندي لكن الجماعات لها رسوم ضئيلة الفلاح لي برضو رسوم ضئيلة ده 1125 وبعد كده بيدفع مبلغ من الجنيه في السنة حاجة حضمية حاجة رسمية كده رسومها بسيطة يعني الشركات بتدفع 2000 بدأت دلوقتي تدفع 5000 بعد كده بيدفع 2000 كل سنة لأن الشركات بتاخد مياه كبيرة جدا من البطاطس اللي لها بتصدر فده من ضمن الحاجات عندنا الاشتراك في العدوية بيتمي في شهرين في السنة في إبريل وشهر أغسطس إبريل بيدخل حاجة اسمها جمعية العمومية من الحق ويبقى له صوت أما بتاع أغسطس بيدخل بيدخل في السنة بعدها ولازم تمام يتقدم بنفسه ويقدم مرأة ومسانداته ويتتراجع وخلص أمور عادي يعني صعب نروح للموانس محمد حفناوي طبع حالتك يعني أنت عندك شركة في الفرنسا المختصة تقاول البطاطس وعندك هنا في مصر برضو وشركة إحنا ما كنا تكلمنا قبل كده حريكة يعني عندك بعض الرؤية لتطوير تجارة البطاطس أو الحفاظ على على سقف السعر المنتج ده عشان ما يتمش إهدار ثمنه وشكل التنظيم الموضوع ده فعايز أشوف أحدك يعني حركة عندك مقترح أن يبقى فيه هيئة أو جهة تنظم موضوع التسعير لتصدير البطاطس الخارج وتبقى مسيطرة عليها بشكل منتج المصري يبقى محافظ على نفسه حتى لما بيظهر في السوق العالم والله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إحنا سعادة أول إحنا معنا اتنين طبعا من كوادر الناس يعني ما شاء الله عليهم أولا الدكتور حيج يعني معروف بالنزاهة والأمانة يعني الشغل ما شاء الله لو سألت الفلاح لحد آخر واحد من أصحاب الشركات ما شاء الله يعني يبقلوا على الإنسان ده إنسان محترم وشغال وما شاء الله عليهم منظمين كل حالة بصراحة وعندنا طبعا من أقدم ناس مزرعي البطاطس ومستوريد البطاطس الحاجة محمود جندية وراسة من أجل طبعا من الأجداد معروفين طبعا في منطقة الغربية وطبعا إحنا سعادة إن إحنا نطلقينها بهم وبنشكر طبعا البرنامج اللي بتحني دايما يتحنينا الفرصة إن إحنا نتكلم كلنا في مصلحة البلد دي فإحنا طبعا أول حاجة بنشكر كل الناس اللي بتساهم في رفع اسم مصر فوق الجميع لأن إحنا طبعا في الوقت اللي إحنا فيه عندنا حكومة طبعا من أول طبعا سيادة الرئيس لحد آخر حاجة في الحكومة كل الناس بتشتغل وكل الناس غيرت معالم الدولة من مكان ما كنا بنستورد وبتستهلك لدلوقتي إحنا بنزرع وبنصدر وبنحارب دلوقتي دا إحنا كمان بننادي عشان نصدر أكتو يعني بقى عندنا منتج عايزين نخراج وقت إحنا عاديين هنا عشان نعمل إيه عشان عندنا منتج نفتح سوق تسويق المنتج المصري اللي بقى متوفر يعني العملية العملية بقت بالعكس فإحنا دلوقتي بنتكلم في حاجة ما كناش نتوقع أن إحنا نوصل له تمام تبتحارب دلوقتي في مجال التصدير والإصلاع بتاعتك نفس في الأسواق العالمية في الأسواق العالمية بقت معروفة مصر مثلا إيه الكارتونة مصر مصر مثلا من جامع الأنوع مشان نتكلم عن البطاطس بس طبعا إيه مع الحصنة جامع المنتجات في مصر من صناعة بقى لزراعة لكله فطبعا ده كله يرجع لإيه لمنظومة كبيرة مسيكة مثلا رئيس جمهورية محترم جدا بيتفاعل مع الأمور بشكل آآ طبعا غير عادي لإن إحنا في الوقت اللي إحنا فيه ده طبعا كإنسان عايشين في كعايش في أوروبا مثلا أو لمس الاقتصاد في العالم آآ العالم كله معلش أنا آسف يعني يعني أربع شهور في فرنسا كنا عندنا لحظ بسبب موضوع كورونا أو كده الاقتصاد في العالم كله في دول دول كبيرا ها لا إحنا قدروا إن هما من خلال المنظومة من خلال الاحتياط للسراتيجي اللي كان معمول إن إحنا نعدي الأزمة ما حصلش عندنا أي ضرب وقدر ما ماشي الأمور جانب رعب أنا منزلت مقصر ما كنتش بتخيل أنا تخيلت إن إحنا يعني معلش إحنا دولة برضو يعني في دول طبعا يعني اقتصادها عالي جدا وإحنا اقتصادنا طبعا بس بالنسبة إن إنت عايش في الأيام دي والناس ما شاء الله يعني عندها كفايتها طبعا طبعا فإحنا دخلنا في الموضوع على أساس طيب إنت بخبراتك اللي عشتها بره بتشوف إن إحنا إزاي نرفع من شأن المنتج المصري عشان ينافس على الأسواق العالمية بشكل قبر يعني إحنا في آخر مرة كنا بنتكلم يمكن الدكتور ما كانش بشرفنا المرة اللي فاتت اللي كان بيتقال إن فيه منتج فائد من البطاطس بكميات كبيرة موجودة العرض زيادة العرض زيادة جدا ودي حاجة طبعا أولى في الأحلام يعني إحنا كنا من سنة وشوية كان فيه أزمة وأسعار متضربة يعني المنظومة عدلت أكيد قدام بقى فيه إنتاجية أعلى يبقى فيه تلافي لإن يبقى فيه أزمات بس فيه أزمة أسرت على الكلام ده خلى العرض زيادة شفا إزاي بقى يتفتع أو ده بقى اللي أنا بكلمه فيه إن إنت بحكم إنك إنت قاعد بره إزاي تشوف إن إحنا ممكن نفتح أبواب جديدة ونحافظ على المنتج ده إنه يبقى له إسم بره مش أي حد يبيعه بأي سعر ويأثر عليه أولا بسم الله نحاول نحافظ عليه داخليا وبعدين نحافظ عليه خارجيا داخليا من أول شركات بتستورد البطاطس لحد آخر لحد ما توصل المزارع ويدراحها وبعد كده مثلا بدخلها تلاجات أو بدخلها في مكان معين زي ما بتقعد دلتا بعمله تحت الأشعة وحاجة زي كده أولا لازم طبعا الناس اللي بتستورد البطاطس الشركات الكبيرة جدا طبعا معلاش أي حاجة ناس محترمة ونازل بتشتغل طبعا بمصدقية كويسة جدا وطبعا الاتحاد غانى عن طبعا معروف الإسم بتاعه معروف في الدول أوروبا بالكامل الناس بتشتغل عشان توصل الحاجة بتاعتها للفلاح فعشان كده احنا عايزين نبدأ من أول الشركات اللي هي بتستورد لحد آخر حاجة هل المنظومة دي محتاجة في مصر أن يتعامل في النهاية طبعا هل الحكومة تتدخل هل الاتحاد ممكن يمسك كل الشركات دي تحت ظل خيمة كبيرة دخل الحكومة أنها تتدخل في الشركات دي يعملوا مثلا المنظومة في الاستراد والتصدير أنها توصل للفلاح أو لما تشتري التقاوة تشتريها بأسعار كوي مسلا معقولة ووضح أن فيه دور للاتحاد يعني من كلام دكتور محمد أن فيه دور للاتحاد لتوفير كمية من التقاوي بجودة عالية طب استاذي نحضرتك بس تدخل طب دلوقتي هو أساس الموضوع المستثمر خلينا بلس يعني أن المستثمر وبالمستثمر أن أنت عندك بني أساسية الحمد لله بس زر الأيام الفاتذية والكادة والكادة الموجودة من الأساسية دلوقتي بدت زي الفل تمام المفروض هنا المستثمر فيه مستورد وفيه مصادر المستورد ده لابد أن نحن ليه مجلس أنا متأكد أنه فيه مجلس لمستوردين زي مثلا رقاب على الصدرات والدات فيه أكيد فيه مجلس أو التجارة الخارجية فالمفروض المجلس ده يعمل إيه؟ إحنا بنستورد حاجات فالمفروض بندرس السوق بره ونيجي هنا نعرف نقولهم يا جماعة ده السعر بتاعنا اللي بره ده هم هناك بره كده في تحاد أوروبي بقولك السعر هيبقى كذا موحد وفي سعر التسعة يقولوا بيعملوا كده إحنا نفس الكلامنا مفروض نعمل كده بحث الصدرات بتاعتنا نعمل كده لكن للأسف فيه تدخل فيه عناصر صغيرة بتدخل بتبوز ممكن تبوز السوق ممكن تبوز سومة مصر طب العناصر دي مش ممكن تتمنع إنها تمارس الشكل ده للتجارة؟ ده بقى مفروض يبقى فيه اتحاد المصدرين ده بيعمل مثلا اكتماع لكل الناس اللي هي بتصدر يا جماعة هنمشي على السعر كاسر خلاص ده سعر موحد يبقى محدش هيقدر صغير يخص يلعب في السعر ينزل للسعر يبقى وزل الدنيا بعد بخلاف بقى طبعا شروط الجودة والحاجات دي لازم تقرحها مية مية يعني لازم يبقى فيه كده سواء في التصدير أو في الصراع يبقى أنت كده حكمت الموضوع ده من بداية المنظومة بقى بداية المنظومة أما موضوع الفقد اللي حصل فيه مشاكل كتيرة حصلت أولا سواء في التقاو مثلا التقاو احنا مفروض مثلا مية وعشرين ألف تن ينزلوا مصر احنا سنة تنزل مية وخمسة خمسين سنة تنزل سنة ستتاشر مية وخمسة خمسين بعد كده مية وعشرين بعد كده مشاكل مية وحداشر السنة دي مية وربعة وثلاثين ألف تن نزلوا في أكتر من الفقد أكتر من الاحتياجة طبعا اللي هو بيستورد بيخسر لأن السعر في الآخر بيينزل بيتدنى طب وليه ما يتفتحش أسواق خارجية يخرج فيها المنتج الزيادة خلانا هنخص بقى الحتة التانية مدينة في التصدير نخص برضو في حتة ان عندنا مساحات بتتزرع في العروات الثلاثة انت عندك إجمال العروات العروات مثلا بيوصل ربو مية وثمانية ألف تن آآ فاهم في الثلاث عروات في الثلاث عروات العروة اللي بتاخد مساحة كبيرة هي العروة بتاعت الايه العروة الشتوية ايه الشتوية بتوصل لثلاثة مليون انتاجها تمام تمام لما الانتاج بيزيد طبعا آآ بيبقى كويس جدا طبعا لو انت بتصدر أو بتصنع أو بتشغل محلي بيع محلي تمام فانت عندك مشكلة حصلت في الكورونا الكورونا أثرت على مين على التصدير أو على التصنيع أثرت على التصدير وعلى التصنيع التصدير اتأثر تأخر لما اتأخر تصدير بقى في كمية زياد بقيت الكمية لحقت الكمية بتاعت السيفي فأصبح كميات موجودة فين في التلاجات فأثرت جامل جدا في بعض الناس عدت من مرحلة وفي ناس لسه ما عدتش بمراحل ديات كده فهتلاقي الشتوي فاحنا ما عندي ناس تنسيك في المساحات المزروعة ودي مفتوحة ما تقدرش تقفلها وما عندناش تنسيك في حكاية ان احنا نفرد رأينا على الناس اللي هي المستثمرين اللي بيشتري المستورد بيشتري ما عندكش تقول له هاتلي مثلا ما تجيبش اللي عشرين طن ما عندكش ان انت عندك اقتصاد مفتوح صعب انك تقفل على اي حد ان انت عندك اقتصاد طب وهل وهل اقتصاد المفتوح ده في دخول المنتج المستورد اللي هو التقاوي هل ليه بقى الخروج مش مفتوح كده لا الخروج يعني انت سمحت اللي يدخل بده اذا ما عايز يدخل ويزرع اذا ما عايز يزرع طب المنتج ده بقى بيخرجش اللي اللي عالم بقى اللي بيسمح للخروج اللي بره بش انت يعني عندك تصدير فتح الدول اللي بره تمام ايام الكورونا حصل لدول بره لما حصل اخر ووصل لغاية شهر الثلاثة او اخر اتنين كان بيبتدوا من شهر واحد وبتاع لما جاء كورونا الدنيا قفلت شوي قفلت وبعد كده فتحت ايام احنا دلوقتي وصلنا لغاية ستمية تلاتة وسبعين الف طن عندنا السنة فاتت سبعمائة وخمسين كان مستعدة فتعمائة وخمسين السنة دي وبعدين خلي بالك في اسواق تانية بتتفتح باكستان شغال على روسيا ودول تانية بتفتح بتفتح في البطاطس فبينفسك معان انت دلوقتي باخد المركز التاني عندك هنا في مصر في مصر في انتاج البطاطس ان العائد الاكبر ليك هو في الموالح الاول في البرتان ده اول حاجة مصر في الاولى على مصر على عالم كله على عالم كله اه لكن اه البطاطس على اه علينا احنا تانية حاجة بجبلنا في الوسلان الدخل بتاعنا بيوصل لعشرين في المية من القطاع الزراعي منهم اه شتلات ومنهم بصل ومنهم جميع انواع الحاجة بس اكتر حاجة البطاطس والموالح هم دول البخالين اه عاملين مركز مركز قيمة مالية كويسة جدا متساهم في الاحتياط بتاعنا متساهم في كل حاجة طبعا طيب استاذ محمود حارتك تشايف يعني بحكم ان انت جوه المهنة دي برضو احنا بنتناقش عشان نوصل لحل ان فيه ناس كتير بيشتكوا ان فيه منتج فقط زي ما الدكتور محمد بيقول ايه الحلول اللي ممكن تعمل حل للمنتج الزايد ده وانها بعد كده تتلاشى ان ده يحصل ان بقى عند منتج زايد يبقى عندي له طلب خارجي يعني اعرف اصدره اعرف اخرجه اعرف استثمره مش بقاول ان يبقى الناس عندها بتشتكي من ليلة منتجات واحنا بقى بنشتكي من كترة المنتج ودي حاجة غريبة يعني تمام هو بسم الله الرحمن الرحيم اولا المنظومة عايزة اه زبط بمعنى النهاردة انا راجل فيه شركات بتستور التقاوي والاتحاد بيستور التقاوي النهاردة يا ابراهيم بيه المشكلة ان انت حضرتك من اول التقاوي الكميات اللي بتخش قريدي كتير تمام فالمساحات اللي بتنزرع كتير تمام فالمنتج كتير فتقف هنا بقى انا راجل النهاردة بخش اقدم طلب عشان اجيب تقاوي واستور التقاوي المفروض ابص الاول للشركات القديمة في الاستراض التقاوي سعب وهي تاخد التقاوي وتخلي الكميات محدودة بمعنى ايه نهاردة الاتحاد بيجيب مثلا 10.000 تن يبقى الاتحاد معروف والصنف بتاعه مطلوب ومعروف انتجاته ما انا هقول لحضرتك ما انا هقول لحضرتك انا هقول لحضرتك فضل احنا ممكن نقول ان هما يحجموا الناس اللي بتستور التقاوي تمام في حالة ان احنا كنا نقول ان الرجل المنتج او المزارع بيشتكي ان فيه تقاوي حشى مطلعتلوش انتجاية كويسة انا جاي لحضرتك لكن ده كل مطلق انتجاية عالية لدرجة ان هو مش عارف يوض المحصول فيه ما انا هقول لحضرتك ها ممكن اقول لحضرتك ها انا هقول لحضرتك ها بعد ايه ازنجا حامد بيه صح؟ انا بس هقول لك هاجا صح يا دكتور اه صدر الحتة اللي انت بتكلم عليها بس ده استيراد انت حم بيتكلم عليك وزي انت كان بيتكلم علي التصدير وانك تزي يعني الفائد ده تصدره انا كنتنا انا بنتكلم عن الاستيراد دلوقتي استوردنا كمية كبيرة اللي بيتأذي فيها المستورد اكتر بشرف الله حشان حضرتك اللي بعارف يعني فالكمية المطلوبة مصر في التصدير 80 الف طن بيخش لك مصر 140 الف طن انت عندك مشكلة حصلت اسناك وهو ده اللي هيتضر فيها زي ما محمد بيقول لك المستورد وهو 140 الف طن انزرعوا والمحصول الشتوي دخل علي المحصول الصيفي مصر الدكتور حجي ما هو برضو نفسي بتكلم دلوقتي في حاجة حضرتك لازم من اعادة ترتيب استيراد التقاوي ده رقم واحد ماشي يبقى اللي يخش مصر احتياجات 80 الف طن ما يخشش لما اخذك يبقى عندك الاتحاد الشركات الكبيرة فيه 3-4-5 شركات معروفين لدى المنتجين والمزارعين في مصر واصنافهم معروفة النهاردة المستوردين اللي هم الصغيرين اللي بيروحوا يجيبوا اصناف ملهاش هوية هي دي اللي بتعمل الكارسى مه مش دي اللي عاملت كارسى لا دي اللي عاملت كارسى يا فاندر تماما احنا بنتكلمش على سوق في التقاوي احنا بنتكلم عن ان بقى عندنا بضاعة كتير نعمل لها من ايه حل انا بقولك عليه هو فين الحل هو فين بقى الحل لخروج البضاعة دي هو ده اللي احنا بنقشه نقشه فتح اسواق ازاي بقى هو ده اللي احنا نتكلم فيه كنصل مسلا كل سفارة فئة كونسل تجاري. ملحق. ملحق تجاري. تمام. المفروض الملحق التجاري ده حضرتك يبقى فيه الدول اللي بتاخد البطاطس من مصر فيه ملحق تجاري يعمل زي نظام جمعية. طبعا. ويبقى السعر كل المصدرين بتشحل بضاعة زي ما الدكتور حد يتفضله قاد. ما زي ما الدكتور كان بيقول يعمل سعر. السعر موحد. انما النهاردة يا ابراهيم بيه? كله بيصدر وبيطلع بضاعة وبيضره بعضه بيحاربه بعض بره. طبعا. مش عارفين يطلعه هو. وبالتالي لأ يا بيه ما هو انت مش عارف يطلع ليه? لان اصلا لسه فيه بضاعة بره في التلاجات. بره في الخارج. في الخارج. بضاعة مصرية بره لسه. ما اتصرفيتش. ما اتصرفيتش. ده كارسة ده. في كارسة في مصر بسبب اللي تبقى المحصول. تلاجات عدرتك مليانة. الناس هتبقى بلكها ومش هتكفل الخسايا. ماشي. الموضوع السبب اللي. لا طبعا ده بسوي اللي كانت دكتور حجي بيقوله. ان ما فيش وعي في التعامل مع المنتج. هو اي حد عايز بيجيب وبينتج. السنة دي سنة خاصة خالص. السنة دي سنة خاصة خالص. ليه? عشان احنا عندنا حاجة اسمها ظروف غير طبعية. احنا كله. على فكرة ده اسهر على العلم ده هناك في اولندا بيرمى البطاطس. انا هكلمت بتلك في الاول طرس احنا احسن ان التصنيع بتاعك. من احسن الدول في. لسه مسكننا في سنة. في دول يا حاج. يا محمد فيش. يا حاج محمود انا اقول لك عددك على حاجة. يا حاج انا عندي صور انه رميل البطاطس في بلجيكة. بتاع الاكل في اولندا. ايو اهولندا واح. بسبب بسبب الكورونا. اللي احنا بنتكلم مش عشان تستورد البطاطس. عشان اللي جاي بقى. انت السنة دي ممكن تكون عشان تبقى اللي حيالك تصدر. اللي حيالك كورونا واللخباط رفضيلة العلمية. السوق بتاعك ممكن يستوعي. يا استاذ ابرهيم. انا عايز اقول لك حاجة بس. بس اكمل لك الحتة اللي انت هنحنا اوصل الكلام بتاعك. اتفاضل. هي القضية كلها ان احنا عندنا كان عندنا كورونا. فنادي وقفت المطاعة موقفت. استهلاك قال له. طبع. المدارس. اصبح. اصبح عندك ايه? اصبح بالسرعة العادية. اصبح عندك فقط. صح ولا ما? صح. صح كده. ده على مستوى العالم. بس عندك بس. بسرعة عامة عالمية. بس عندك انت بالسرعة. طبع هتعمل ايه? في حاجة زي دي. طمع. يا اما بتزرع خط انت الكمية اللي انت تطلع بتزرعها كتاوي. او دلوقتي الدنيا بدأت تفتح. فنادي فتحت. المطاعم فتحت. فبدأ الاستلاك. تدي الصح بتاني يشتاح. بدليل ان السعر اوصل لتين تمنمية. اتنين تمنمية. اتنين تمنمية. اه مكا كان مية وقته الف واحدة تمنمية. يا دكتور حج ممكن السؤال بعد ازنا حضرتك معلش. انا اسف يعني. هل السنة دي نقدر نقسها بمكياس السنين او الايام. لا. ده اسوا. لا ده دي حاجة. اه ده حاجة. حاجة مناخ. طبعا. زي اربا حصل فيها. طبعا. من سنتين. او سنة واحدة حصل فيها ايه? اه طبعا جافة. تلاتين في المية. واربعين في المية. والسنة دي. كله في الانتاج. اه خسائر. طبعا. السنة دي عشان مفيش توزيع ومفيش بيع ومفيش مطاعم. حتى مع الجفاف محسش بالآذر. السنة دي جاي بينا عندهم الجفاف يوصل يعني عشرة في المية بكتير او لانه في بداية الانتاج. هم يعني مبلغين هنا في بداية الانتاج. ده بره. بره. لا مهمة بيخسروا زي ايه. ما هو كله بيخسروا بردو انا. مش هيستورة. بسلم حضرتك حاجة. احنا موفق حضرتك حاجة. احنا هنا عشان خاطر ان احنا نعمل نشوف المنتج ده عايزين نصدره. عايزين نشتغل كلنا. ازاي نفتح اسواق بره. نفتح اسواق في الدول الاوروبية. خلي لانك انت لو بتصدر انت لو سوء التصدير عندك مفتوح. ما انا بقول له. ما قادش احصل عندك الازمة ديارة. ما هو فيه يا. ما هو انت سوء البطاطس عندك. سوء البطاطس عندك واقب برا ليه. هو فاتح. مش فاتح يعني. لا مش فاتح عشان مطاعش ما فيه. بس المشكلة ان احنا بنحارب بعض بره. لأ سيدنا مرحلات بنحارب بعض بره. احنا المتكلم عليه ان هو السوق حتى بره. بنحارب يبقى انت ما فيه تصدير. ما فيه تصدير. ما فيه تصدير. ما بيصحبش اللي انت محتاجه. فهم قصدي؟ ما بيصحبش. انا وضع حدنا وضع حدنا. انا وضع حدنا. انا اتفضل حدنا. انا النهاردة حضرتك. روسيا مسلا. اكبر دولة بتاخد من مصر بطاطس. الخليج. ممكن انت اخد من باكستان. معاك. حضرتك بتاخد. منتج بنافس اه بضع. منتج بنافس. اه طبعا. بس انا النهاردة حضرتك. لما انا اعمل منظومة والمصدرين يعملهم زي جمعية زي محمد بلحف نومة بيقول. ويبقى المنتج حضرتك رايح روسيا. يبقى كله مطلع بسعر واحد. مفيش كميات زائدة تعدي. زي ما بيحصل. والبضايا تتعطى في التلاجات. لا ده انا اشحن على قد المطلوب. ما بشحنش مسلا ما فيش واحد يروعيش عمية الف طن. واحد يشحن لك خمسة خمسين الف طن. ما تقدرش تقدر تحكمها دي خالص. انا عايز ا. ما اقول. تقدرش تحكمها. بسوق حر. بسوق حر طيب. ايو انت بس في دولة الشركية. هلولي المشاكل اللي الماس فيها. هلقولي يا حاجة محمد نعم العمولة في الاسواق الاوروبية والاسواق العربية. العمولة. لا لا هو بالكلام عن طريقة البيع. ايوة نعم. يؤسسنا كلمة العمولة شغالة في مصر. هي الدولة الوحيدة اللي بتشتغل بالعمولة لحد دلوقتي مصر. طب ايه الحل دلوقتي تدخل. يعني ايه عمولة? يعني ايه عمولة? ان انت بتحط ادنى سعر للمنتج بتاعك. انت تعبن فيه وعامله. ممكن يتباع اقل من السؤول المحلي على فكرة. يعني بالعمولة ده ممكن تباعه برا باقل السؤول من السؤول المحلي. تخيل بقى. ان هما بيخرجوه. طبعا. للتعطر العرض والطلب. مش مباعد. انا راي انا واخد نسبيته وحططها في جيبة وانت. وهم مش مباعد. اقول لي بيش هميت الف طل وخمسين الف طل. انا عايزين حاجة. تعرف لو مناعت. لو مناعت الحاجة دي ات يعني اه عملنا مسلا. الله يصدر البطاطس بقى كله سعر واحد. وسعر السوبر ماركتات بعقودات. والعقدة طبعا من بالك البنك. على اساس تحولات. تحولات البنك يروح للبنك نفسه. الكلو اللي بيطلع. يعني مفيش حاجة تخرج من مصر غير ما يبقى لها تحويل. بس يا برمي. مفيش حاجة اسمعنا يبعد بضع. انا عايزين نوصب الهدف. ايه الحل بقى حضراتكم? هتحافظ على كل شيء. ايه الحل بقى. في الكارسة اللي فيها الشركات وفيها المفروض الصح. في كارسة. ان الناس الكبارة تشتغل في المهنة دي. تعمل اتحاد للمصدرين بالتنصيق مع الدولة. والاتحاد ده يبقى وظيفة هو السيطرة على التصدير للخارج. انا دلوقتي باتكلم ده دي. في كارسة واقع فيها الشركات. واقع فيها الطبار. ما يقع فيها الشركات ليه بقى? عشان اللي كان بيقوله الدكتور محركة ما نركب الكلام على بعضه. اه طبعا. هتوصل للسبب. زي ما الدكتور بيقولك احنا ما نقدرش نتحكم في التقاوي اللي بتابع من بره عشان تتزرع. ولا قدر ماتحكم في المنتج. خلوك. وهو زلت نفسه بيقولك اللي بيخسر في البداية هو المستورة بتاع التقاوي. اللي بيفضل عنده هو زلت نفسه كمهائيات. ما بتتبعش. ل Fermi واقف اللي دخل بص 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 احقول لك انا حاجة. اي سوق في الاسواق الاقتصادية العالمية لأي منتج لو اصحاب المهنة مش عاملين اتحاد او جهة. او جهة بتنظم المنظومة دي عشان يحافزوا على تجارتهم. كويس? اللي بيحصل ايه? ان السوق ان السوق بينضف نفسه. هو اللي هيعافر معاك ده هيبعت ميت الف طن اللي حريك النهاردة مدايقك ده. هيخرجه ما تديه سنة. هيتدبح التانية. هيبطر. هيوفر برا من الان مش مهنته. ما بيبطلش ليه? ما بيبطلش غير في حالة واحدة. ودي نقطة انا كنت اتكلمت فيها وكان عندي تحفز مش عايز اقوله. انه ممكن البطاس دي تحول الى شكل من الاشكال تهريب الفلوس برا مصر. ان هو النهاردة بيخرج البضاعة من غير ما يبقى فيه تحويل في البنك. هو بيبعت بضاعة برا. مفيش قدامها مقابل في البنك ايه. يبقى الفلوس دي خرجت برا البلد بدون سيطرة وبدون رقابة. انا برضو دلوقتي. صح يا محمد بي ولا غلط? يعني نهاردة انت خرجت بضاعة 800 الف دولار. تمام? من المواني المصرية. البضاعة دي فيه فلوسها. رايحة انك عشان تتوزع وتتباع? وخلي بالك. طب وما تتتوزع وتتباع. انت قلت انها باعة بخمس تلاف دولار انا صدق. ما العمولة باية ايه. ما يخسر العمولة ايه يا ابراهيم بيه. ما يخسر العمولة ايه يا ابراهيم. انا باتكلم في كارسة ان دي هتأثر على التقاوي. البضايع اللي في التلاجات دي كارسة كارسة كارسة. المفهوض يتدخل وزير الفراع. على صحابها. ووزير اللي بتجرى انا وزير التمويل. يعملوا سعر. يسعروا سعر عادل للناس اللي بتخسر دي. ما تقدرش نعمل سعر كده. ده سوق. تعمل سعر. عرض وطلب. عرض وطلب. انا عايز اقالك سؤال. يعني محمد بين نهاردة. يعني انا النهاردة كيلو السكر ما هو متسعر. كيلو الرز ما هو متسعر. ايوه عشان ده منتج. ايوه اصلي ده منتج سلعة. ده منتج مجيس. انا عايزكوا دلوقتي تعلولي الكارسة اللي فيها الناس دي. كويس. الكارسة حزيزك اللي فيها الناس دي. اه. محتاجة ان 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 احنا كنتكلمنا المرة اللي فاتت. ان مفروض الناس المنتجين يعملوا من دخلهم شركة للنقل. وهما اللي بدوا حاجتهم الاسواق. لان السمسرة اللي في النص هما اللي بياخدوا الفرق ده كله. اه. يعني النهاردة حديدتك كيلو بطاطس عالارض بكامل. في باب التلاجة? لا عالارض. اه باب التلاجة من باب التلاجة. ما ما فيش ارض بقى ما هو التلاجة دي. اه اه. متكلف على المزارع او صاحب الشركة تلت تلاف ونص بيانباع باتنين ونص. حلو اه. بضوع الشتوين في التلاجات. في المستهلك بقى بيتباع بكامل. بيانباع بخمسة جنيه ما انا قلت الحالة اللي فاتت. يعني مية في المية. قلت. المية في المية دي. حضرتك المرة اللي فاتت قلت دي راحة للراجل بتاع الكافة. هو. ده طبعا. دي راحة لسه مسرة اللي في النص. ما فيش مسرة بقى حضرتك. ليه حضرتك. هو اللي ودي الباطاة بساعتهم دي فين? بياندًا. سؤ ngày العبور. حلو سؤ العبور بيديها المين? بيده البايع الكافة. كويس. هي بقى من بين سؤ العبور. بتطلع بقى من سؤال العبور بكامل? بتطلع بتاع 越 تاجة مية. يعني من سؤال العبور لحد ما تصل. اللي بتاع الكفة مسارج نهاية. bluetooth ب2 جنيه. ب3 جنيه. ب2 جنيه فرق مكسب. آآ. awhile. بيا بياك الكافة بياخد اثنين جنيه. وانا قلت الحالة اللي فاتت الو مستفيد بايع الكافة. كاتب على كيلو البطوص خمسة جنيه. طبيعي حقيقة مستفيد بتبايع الكافة والمستور واللي بيصدر بيكسب. طب وهو المستقل في حالة التصدير بقى. هي بتتباع بكام. بياخدها بنفس السعر او اقل. لا يعني في حالة التصدير المفروض يبقى تماني النهاردة النهاردة انا لو لو مطلوب مني بتصدير حبيع بهر الكنتر باربع تلاف جنيه. اربع تلاف جنيه. اه. انا النهاردة لو عندي طلبية مش اقل من اربع تلاف جنيه. طيب وفي طريقة البيع بقى اللي محمد بي بيقولها دي تقف بكام. طريقة البيع لها بالعمولة. اه. لا ده بقول له هاتلي. ابعتلي. اه. بقول له بعاتلي. اه. لا لا بقول له بعاتلي. وبعدين انا بيع. طب الحاجة اما بتوصل بقول له لا ده السعر مسلا بقى مية دولار. رخص. لا ده رخص مش عارف ايه. ده دوبك اكلفني حق. ايه اللي يضمن ان هو السعر ده حقيقي يعني. استاذنا فيه ناس لها ملايين في روسيا. يقول له انا ليه حق خلاص. البطاطس خرجت وزرعت. ايه ودي حقيقي. وحصل فهم مش عارف ايه. الحاجة محمد اقول لي من سنتين في ناس سايبة ملايين دولارات في روسيا. حصل. مفيش حد بدور على حق الناس في روسيا برضا. وهم نفسهم مش عارب بعمل ايه. والسنة دي حضرتك في التقاوي. ايه. يعني انت حضرتك يا محمد ايه. يا محمد ايه. يا محمد ايه. انت حضرتك في سوق التقاوي اللي خلص ده. سوق رابور بيعمل كده. انت ليك فلوس ايه برا في السوق? حجم خسائرك كان. خمسة وعشرين مليون. بس. ولسه ليك فلوس عند الناس قد ايه? فلوس كتير جدا. ايه على محمد بيه با? الشركات كلها مضرورة. الناس السنادي مدبحة. لازم خارج الحدود بتاعتنا. ولازم الحكومة تتدخل. والكامل السياسية تتدخل. وعلى ما ازاي المناخ. عارب مفترض تتدخل ازاي من مفترض النهار ده للتحاد? وانا اقول له حريك الرأي ده وحريك قول لي انفعيتوا تعملوا كده. لا انا معرفة. ان الاتحاد ده المفروض انه هو جهة بتقدم خدمة للمنتج وللمصدر. كويس. فحريك تقول والله تقرير مصر تحتاج تمانين الف تد. تحتاج مئة الف تد. ما حدش ده خلقتك من كده. اتحاد مقدارش يعمل كده. حضرتك العرقان موجودة قدامي. لا يقولي الكمية بقى ولا عايز يجيب ياشرب. بس يعني يعني فاهم قصدي حدريك ازاي? يعني يعني النهار ده حدريك حتقول مسلا مصر محتاجة مئة الف تند. تمام? احنا كالتحاد مسلا بنجيب ستين الف. يبقى متاح للقطاع الخاص ان يجيب من اربعين لخمسين الف تند. ده هيبقى قرار سيادة مش هيبقى مني انا لازم هيبقى. انا مش قصدي قرار. انا بقول لحضرتك نوعا. انا حصدي ان يبقى فيه شكل. انا 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 باول كلام قلت لك الشركات الكبيرة اللي هي معروفة. مش من عرفين سنة. وهي ايه الجهة اللي مفترض تقول الكمية لا تدخل بلد. هي قرار سيادة. ده زي ما قلت لك حضرتك دا اقتصاد حر. ما قدرشي. انا فاهم. انا بسأل. طب ليه ما بتعملش الدورة الزراعية حضرتك? ليه ما بتعملش الدورة الزراعية. يعني احنا مسلا. ما خلاص الدورة ما سابت اللي عايز يزرع يزرع. كنا بنستورة في مصر مدار. بمئات الملايين. تمام? لما بقى فيه وعي في قيادة السياسية. وقال لك ما فيش السرات النوعية معينة من الحاجات. خلاص ما بدتش بتستورة. خلاص. انا مش محتاجها في مصر. فانا النهاردة لو محتاج في مصر مئة الف. ليه اجيب تلتمئة الف او مئة وخمسين الف. وانا بضر السوق. وبدر المنتج المصري في الاخر. بطلع على منتج ملوش تصريب. تمام. يعني مش الخيار. الخيار الناس بتشتكم الغالة. وازاي فيه منتج موجود رخيصة. وبيوصل للزبون برضو غالي. وخلي بالك. يعني في قاسبة هنا غلط. وخلي بالك يا ابراهيم بيه. بترجع بقى الجاشة على التجار وجاشة على الناس. يا ابراهيم بيه. خلي بالك. خلي بالك الكيادة السياسية. عارف لو قلتلي مسلا ده بيتباع في السوبر ماركت باتنين جنيه. باتنين جنيه ونص واكب بيباع بستة. اقول لك اه دي عادة حتى على المستهلك. لا المستهلك مش شايف. مستهلك مش تريب الغالي برضو. الدولة الدولة مش مداحة. امان لما طن البطاطس من سنتين وصل خمستاشر الف جنيه من بام التلاجة. الدولة تدخلة. لا. وعملت قضايا للناس. لا. ده اسمه. ده اسمه. يا باشا لا تقول باني على ايه. طول باني على غلط. ده مش غلط. واحد يحتاجد ده اسم احتكار. ما ياخد بضاعة الدولة. احنا مش خبيها. ده احتكار. ده اصنعها للسودة في السودة المصر. انا مش ضد البلد ولا ضدها. انت بتقول ليه عملك يدو? انا بقولك ليه. لما عطش السود. تن البطاطس وصل خمشار الف جنيه. تمام. ده من ايه? ان التجار خدوا البطاطس خبوها في التلاجات. ما بقاش فيه بيونتج. ما هي. ما هي. ما هي. ما هي في التلاجات يا كل سنة. يا فاند ماشي ما هم ما نزلوش بقى السود. هم ما بقوا سنة. لا تاوي. وهي عمرها تتنصت تخسر قال. تاوي سيسا سبت على التعارف عمله يا محمد بيه عملوا احتكار خدوا البضاعة خبوها في التلاجات والاكم البطاطس. ما هلأ. اما اللي هم رأى عملوا لهم التفتيش لها والتلاجات فيها بطاطس. طب مش معنى لما هي بتخسرهم من الارضة مفيش تدخل. مش انت اللي رحت بقى عملت الفروحة كده? الناس بتموت. ما انت فعلي. بدا مع الناس انتو مش حسيني. مستعمة يا حاج استنى. ايه استنى. ايه استنى. انت عايز بالدولة ايه. لا تدخلوا يشوفوا الكارسي دي. يعمل ايه? قولوا انت حل بنظر. يعمل ايه? يعمل ايه? 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 مش مش عارات. هو يدخل يعمل ايه? ايه? انت راجل النهاردة قلت انا حدخل لكو للسوق. محمد بيحج بيزرع ميت فدان انا حزرع الف فدان. طب يشرب. لما تطلع مطق بتعرفش بيشرب. انت تعرف انت عارف. دولة هتقول لك ما تنتجوش. انت عارف. هو سورة بالفعل في المشكلة اللي هو لك عليك الكورونا دي. هم برضو سيخنوا على بعض اخلي بالك. اه. يعني هما في الانتاج قعدوا ينفسوا بعض. لان الانتاجية عالية. اه ان هما يزرعوا كمية كبيرة. بس خلي بالك عايز اقول نوتا كويسة جدا. ماذا طبيعي. قبل ما نساهل. الكيادة فعلا شغالة في حاجة معينة. خلي بالك. عشان انت شفت انت قلت طرحت من نقطة دلوقتي. بتقول للا ايه كمنا بنستورد فوانيس رمضان. اه بالزبط. انت تعرف كده شغالة في ايه دلوقتي? ان هي تنتج التقاول هنا. ان انت هتجيب اه. بس بدل ما تجيب مية. هتجيب سندا كده خمسين. ممكن احنا يجي علينا يوم نصدر. بالزبط كده. خلي بالك في اه في ناس شغالة. في دراسة. وعندنا ناس. وعندنا ناس في معدل بحوص ماشاء الله. مهندسين وانا على دراية كان لو قابلت مهندسين. انت عارف احسن. ومش عايزة اقول له انها رحت لا مش عايزة. انشاء الله يبقى فيه. يعني في مصر قريب جدا انا رحتتتشفت في مصر مهندسين شباب اكفاء ما شاء الله واستنظر سنة كاملة وان شاء الله يبقى فيه جديد على موسم التقاوي ده يبقى في مصر حالي. عارف حلم الحلول. واستنظر يا حجي محمود ان شاء الله أدزي الله. عارف حلم الحلول سحب البضاعة دي الفكرة اللي كنا بالنقاشة مرفض في الحالة. اما انت قلت فيه شركات اه فيه شركة محمد بيه اه جابوها مصر. شركة سعودي. جات اخذت مساحة بتتزرحها. كويس? هي بتجيب التقاوي وعملها زي مشاركة. يعني هي بتعمل المنتج وبتاخده الصدار وكله. ما بيتنزلوه السوق. انت بتضغط. لو التجربة تتحركت مرتين تلاتة. لو تتحركت مرتين تلاتة. مش هيبقى فيه فوق. انت بتتكلم على زمها. مسال. سوالي بس الشركة السعودية دي شغالة نفسها برضو. معلش يعني. الشركة السعودية دي شغالة نفسها. اللي هي بتنجد. مش كده? واحد مستثمر عادي خالص خد اراضي معينة. بالزبط اللي نقول لك يا دكتور. بيبيعش البضاعة مني او من غيري. وبيبيع وبيصدر لسعودية لانه ليه علاقة بسعودية. واعنا عارفين ان القوات المسلحة حاليا بتعمل ثوب عشان التعاوي تبقى انتهد داخل المصر. انا مش عايزين نقول احنا عايزة اكلمك على حاجة اتجاه الدولة. طبعا احنا مصر آآ للأسف كان بتتشاول ثمانين في المية من الزروة بتاعة الخطر. دلوقتي بدأ الاهتمام بالعلماء بتوع التربية. لان ده مهم جدا هو ده الحل مشاكل مصر في الحاجات دي. اهتم. كل ما قللت انك تستاورت كل ما قدرت تطلع لغاية ما طلعوا يطلعون اصناف جديد. بتطلع عملة من البلد اه انت مش بتخيل الرقم. اشتخيل الرقم. فهو لا احنا احنا ايدي. تفضل يا رب. اما حاليا بدأوا يعملوا ايه. جابوا الميني تيوبر بتاعتنا. ويه بيشتغلوا عليها. مش بتاعتنا طبام بيشتوردوا من الميني تيوبر عشان يعمل لها الجيل اول جيل تالت جيل تالت. ومن الجيل التالت يبتدي ما تستورتش انت. ما تستورتش مع خلاص. تبتدي تعمل تكستام من اكسار منك عندك على طول. ففي خلال فترة معينة هتقدر توقفر مسلا تلاتين في المية من بعض الاصناف المهمة. بالضبط. ودي حاجة كويسة جدا. طبعا. نحن نفسي. جد. لكن لو انتجنا البزرة بقى يبقى احسن واحسن. طبعا الله. تعمني? طبعا. لو انتجنا البزرة في كل. وانت لو انتجت البزرة. البطيخ مثلا. يتالى حيبك كميات على قد المطلوب. طلع. قاعدة محمد ناجيب طلعه. 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 ايه ايه. والبطيخ خريبا ان شاء الله يبقى عندهم بعض الكميات طبعا مش كثير. بس ان شاء الله. في فترة من الفترات اتخذ رأي رئيس مجلس الدارة الدكتور سميح. وكان رأيه فعلا ان الكلام اللي بقول لحضرتك ده. ده الكلام ده من سنة ومن سنة تنين كان نايمي يا ابو ستيد. انه يحل مشكلة. ويوفر صوب. بالزبط. لان احنا ما نقدرش نعمل الكلام ده. اه ده حاجة عايزة. 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 عايزة فلوس. عايزة فلوس. الخبرة موجودة عند المطلوب. ما شاء الله. عندنا ده كاترة. ده كاترة في مركز البحثية. مركز بحث الحرائية. انا شبت بمعاد بحثين. احنا في المشكلة القادمة. هو معاد بحثين. مشكلة قهمة دي. عشان كده هل نقدر نساعد يعني. انا برضو نفس الطلاقة بطرح سؤالة على حضرتك. انا ممكن اجيب مسلا معاد البحث بتاع اوروبا. ناس هنا تجي تشوف معاد البحث بتاعنا هنا في مصر. وناخد برضو مهندسينا كفاء من هنا. لزيارة في معاد البحث هناك في في فرنسا. عايزين نعمل طراب. ما هو ده بقى الايه? الصعي اللي احنا لو. تبدو الخبرات يعني. حتى مهند ما كنت مش قادر اوصل انا هيدي. انه هو يعني هيديك ازاي تعمل بزرة? انت انت بس اناكل لا لا احنا دخلنا. لا بيقولك تشوفه بيعمل ايه? احنا شوفنا بس البيزرة متشوفش حاجة. ايها متشوفش. اه الحد دي. بدايتك البيزرة اللي حنطالك بس. اه دي نوعها. هو مش هاي. هو مش هاي. امره ما هيديك. زي بالزبط. سر اه طب. زي بالزبط مطورة العربية. هو احنا بنعمل مطورة العربية. ما هي مرصيدة. بس المطور نفسه ما ما طبعا هو هم بيحتفظين بالحاجة دي. لان هو داخل بتاع الدولة. ما حدش يضغل طبعا اتحكي. خلي براك انت ورده ما تجيب بنيتيور ما تحكيبها بعملة. تمام. سأحطي بحضرتك. ايه. ما طبعا سأحطي بحضرتك. ده الواحدة بتنشر اه. اه. طبعا. طبعا. عشان تاهدرس. وما وما بتنتج منها. بيتجيب لك تمانية تاني فقدان. تمانية بعد كده هيجيب لك تمانين وانت ماشي هتلاقي الاركام بتضعف بغاية ما التالت انت جلي التالت هتبتدت ايه تطلع للسوق وده حاجة كواسة وفيه شركة شغالة في الكلام ده وانت عارفك الثاني ده ولا شغال في الكلام ده كواسك برضو يا دكتور حينجي احنا عاديني المشكلة في مصم الله ايه حلها المعلومات عندي تلاقش المشكلة المشكلة حلها ان الناس اللي بتشتغل في المهنة تقعد وتعمل نفسها اتحاد وتنظم المنظومة التبار لو ما نظموش نفسهم المنظومة انت مش في دولة اشتراكية عشان الدولة تقول لك لا ما تصيرتش لا استعمل لا ويعملوا نفسهم اه لازم تدخل ويعملوا نفسهم صندوق يتعامل تحجيم بقى مش هستعمل يتعامل تحجيم ما انا بقول اهو لازم تتذكر صندوق المخاطر ده من الحاجات يعني لو حاجة غير طبيعية حصلت يبتدي نساعد يتعامل ان هو يقدر يسر بتاع احد ده لازم مدعم منهم مش هيدعم الدولة بس اه طب ومين رجال اعمال اللي بشتعامل يدعموا هذا الصندوق يباليهم هو يواجه اي مخاطر يا باش انت مش بتخيل ابراهيم بيه بفي ناس حتى بطاطس في التلاجات لو باعتها مش هتجيب حق تتلك طيما ده خطأ بقى منه ان هو مدرس السوق قبل ما ينتج مدرس السوق هو بينتج على اساس ايه طيب يا فاندي انا بقامل بقامل بتقامل مخاطر الاسواق بعد بضعتي وهي جاية من البرة بقاملها تعمل لغاية ما تروح للمزارع خلاص ما تروح للمزارع ويزرح خلصت انا برضو مشكلة انا لازم يعمل كده تعمل لنفسهم يعني للمخاطر اللي جاية طيب لازم الناس تعمل كده احنا الشباب بيقولوا وقتنا انتهى عايزين نقول مقترحات اخيرة لحل الموضوع حل الموضوع التصدير ولا الاستراد التصدير بقى التصدير يتعامل لجنة تمام وانا من رأيي تعمل لجنة تكون مسؤولة من مصر ما بين الدولة بالرجل الاعمال بلا يعني مثلا احنا عندنا الحكومة طبعا سيادة الرئيس السيسي فتح لنا الابواب في العالم كله عامل علاقات كويسة جدا مع العالم كله يعني دلوقتي نقدر نخش ونعمل تعاقدات مع الناس كلها خارج مصر في اوروبا وفي جماعة انحاء العالم ياريت يتعامل لجنة وانا عن نفس انا بيتكلم بقول اي حد طبعا في المجال بتاع التصدير وعايز يحطوا ايديه في ايدينا احنا مستعدين في اوروبا بالكامل تمام في كوادر اكفاء بيلوفوا في اوروبا بالكامل وعندهم استعداد يخدموا البلد دي تمام لاني عارفوا ان البلد اتغيرت زي الفل فعشان كده هيدوا كل ما فيه ثقة زمان زمان معليش انا اسم ما كانش حد يقدر انا عن نفسي خمسة وقت تخافت استثمر دلوقتي ما تخافش ان في استثمر الناس كلها تقدر تخش عشان تخدم البلد دي تمام فاحنا بنحط ايدينا في ايدينا اي حد عايز يرفع اسم البلد دية طبعا في كل المجالات تمام واحنا موجودين في اوروبا لفتح اسواق للمنتجات المصرية لفتح اسواق لجميع المنتجات المصرية تمام مش بطاطة بس لجميع المنتجات تمام وانا عندي استعداد ان انا اكون انا موجود في مصر لحد ما نعمل وانا موجود لو اي حد عايز يحط ايديه في ايدينا احنا على استعداد لفتحة نعمل جمعية الاستراد. نعمل جامعية استراد وتصدير. كل رجال الاعمال عايزين يتكاتفوا مع بعض وانتو تعملوا من ناحية كل اوروبا وعلى التحاد الاوروبا الفتحة اسواق خارجية للمنتج المصر. بس واحنا موجودين. لازم نعتمد على نفسنا. طبعا في ظل السيادة اللي احنا موجودين. احنا لازم نستغل الفرصة اللي احنا عايشين في العصر. بالزبط. ونستغل وجود الرئيس عفتاح سنوه مهتم بالمنتج المصري. مهتم ان نصدره. مهتم ان نوفر حاجات من الاستراد من برا. نهتم احنا بده برض. عندنا فرصة كبيرة جدا في ظل السيادة اللي احنا موجودين عليه. طبعا ما ان شاء الله بازم ده. ان شاء الله. دايما اسم مصر عالي بالسياسة طبعا بكيادة السياسية الحاكمة في هذا البلد. والحكومة الموجودة. ونتمنى الخير لمصر ان شاء الله. دكتور محمد. اه اتمنى طبعا اولا الاهتمام بالبحث العلم مهم جدا. لنبل اللي هوصلك وحيطلعك فوق. تمام. اه التنظيم الداخلي بتاعي. سواء مصدر او او نظم بيتي. تمام. بالتروي من الداخل. واحد كده ابص انا اجيب معلوماتي منين. وخبراتي منين. من الدولة ان انت عايش تجيب منها خبراتك. المعلومات. تتسيبها وتروح لها. تمام. تبدي تاني تكنولوجيا لمصر. احنا للأسف الفترة اللي فاتت ديت. رالماء بتوعنا. اه السفرات مكاش كتيرة جدا خالص. قلت الفترة طويلة من بعد الثورة. فطبعا. واضح ان الفترة الاخيرة فيه اهتمام. بدأ. بدأ. بدأ فيه اهتمام. يعني الدكتور ساميح وحريك قدمته مقترح. وبالفعل ابتدى يتعامل يعني. اه. واضح ان الدولة متجاوبة يعني. ده عشرة العشرة طبعا. والحمد الله ده ده الصح. لما هم كده ماشيين صح ومه مية ومساء الله هيبصروا. تمام. وانا تشتغل. بسالح شخص. اه فهم. لأ انت بسالح صالح مصر للدولة. اللي عملة لما تيجي الدولة. وتمنى برضو ان يبقى فيه. لازم الفكر ده يطلع من عندهم. ان يبقى فيه صندوق مخاطر. ليك. لان انت. بالمخاطرات. مخاطرات. لان انت فيه دولة. في فيه جو. انت مش عارف تقس ده. بيتغير في كل ما. فيه مناح بيتغير. فيه آآ وبا بيحسن. يبقى عندك احتساب. يبقى انت عندك حاجة زي دي. نسبة صغيرة تتحط في صندوق. تمام. وعلى اساس هيتسير في المخاطر للناس. تمام. حتى لو بو نسبة بسيطة. يبقى احسن. تمام. بدل ما احنا نعمل. احنا ندعم آآ صادرات ودي حاجة كويسة. تمام. طب ما ندعم برضو الخسارة. انا أقول انها دعم الخسارات دي الصندوق ده. وده وحطه في الصندوق. المخاطر. وكل السادة اللي هم مصدرين او مستوردين يدفعوا في هذا السنوات. تمام. تمام صح. محمد بي. محمد بي. كلمة سريعة. بيضم صوت لصوت محمد بي العبنى. كجمعية او آآ. اللي كنت يعملوا جمعية او اتحاد مع الدكتور حجي. في ظل القيادة السياسية الرشيدة للساد الرئيس عفتاح السيسي. آآ رجل فتح آآ جناحاته للفلاح الغلبان. وبياخد بايديه. وبياخد بايدينا المصريين كلك. فاتمنى تدخل القيادة السياسية. فحل ازمة البطاطس في مصر. لان دي ازمة كبيرة. لازم تدخل السيد الرئيس عفتاح السيسي. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. اه عزيزي المشاهدين هنا وصلنا لنهاية حلقاتنا معاكم النهاردة. من برناميكو حوار والستثمار مع الشواربي. الى ان نلقاكم السبت القادم التاسعة مساءا. نترككم في رعاية الله.